اهلا بكم وكل سنة وحضراتكم طيبين في فيديو اليوم هقولك على اداة هي مستقبل في مجال تعديل وتصميم الصور بالزكاء الاصطناعي هتقدر من خلالها تتغلب على مشكلة سبات شكل الشخصيات في الصور والفيديو وتقدر انك تظهر نفس الشخصيات بنفس الشكل واللبس في اوضاع واماكن مختلفة او تغيير ستايل الصور بنتائج افضل من صور شات جي بي تي او موديل صورة اشهير وممكن تستخدمه كبديل قوي للفوتوشوب في التعديل على الصور بمنتهى سهولة طبعا بفكركم بالاشتراك واللايك والشير لان دعابكم بيسعيدني على الاستمرار في تطوير محتوى للافضل يلا بينا نبدأ الفيديو شركة بلاك فورست لابس اللي عملت لنا قبل كده موديل فلاكس الشهير اصدرت موديل جديد اسمه فلاكس كونتكست وده عن طريق ممكن تعدل في الصور عن طريق الكتابة وده طبعا بينافس موديل شات جي بي تي وصورة في التعديل على الصور لو دخلت على الموقع بتاعهم اللي هاسبهولك في وصف الفيديو هتلاقيهم عاملين لك مثال دي صورة سيدة مثلا على وشها حاجة عايزين نشيلها فعن طريق كتابة قدرنا ان احنا نشيل العلامة الجير مرجوب فيها ثم ايضا عن طريق كتابة قدرنا ان احنا نغير الخلفية واللبس اللي هي لابساه ثم ايضا عن طريق كتابة قدرنا ان احنا نغير الجو العام للصورة كلها بشكل احترافي ومميز جدا علشان تجرب الموديل ده هتضغط على لينك try demo هيوديك على صفحة ال playground اللي هي playground.bfl.ai هتلاقي عندك اربع اختيارات رياصية generate و edit و fill و expand هنشرحهم دلوقتي والخطة المجانية للحساب المجاني على هذا الموقع مزيتها ان هي بتديك حوالي 200 credit ومزيتها طبعا ان انت لو جيت ضغط على generate هتلاقي عندك هنا اكتر من موديل طبعا اللي احنا عارفينه قبل كده flux bro ultra و flux bro والباقي والجديد هو موديلين flux context bro flux context max فاولا من هنا هنختار موديل flux bro ultra علشان نعمل الصورة اللي هنعمل عليها التعديلات كتبت ال prompt او الامر بتاعي من هنا فيه اختيارات مهمة جدا زي مثلا مقاس الصورة تقدر تختار المقاس اللي انت عايزه ودي حاجة مش موجودة في موديل الصور بتاع شات gpt عدد الصور يفضل انك تعمله واحد علشان ال credits بتاعتك ما تخلص بسرعة الاختيار التاني المهم اللي هنا ممكن اقوله لك اللي هو prompt up scaling وده ممكن يحسن جودة الامر بتاعك ممكن نشغله ونضغط هنا عشان نعمل اول صورة لنا دي الصورة النتيجة عندي لو ضغطت عليها طبعا quality عالية جدا لو انا عايز احفظها على جهازي بضغط عليها بزر الموسي اليمين وبقول له download وبمنتهى البساطة اقدر ان انا اعمل تعديلات على نفس الشخصية دي لو ضغطت هنا edit ممكن اجرب اكتب امر بسيط جدا باللغة العربية اجعله يظهر حتى منتصف الجسم ويركب حسام منساش من هنا برضو ان انا اعدل عدد الصور اخلي واحد علشان اقلل عدد استهلاك الكريدت ونشوف هيطلع لناقي دي النتيجة النهائية عمل نفس اللي انا طلبته بالزبط وعمل نفس الشخصية وبنفس اللبس ولو قرناها بالصورة الاصلية هنلاقي نفس الملامح ونفس اللبس اللي لبساه الشخصية الاصلية انا كمان طلبت منه يعمل تعديلات اخرى على الصورة زي ان هو يضيف safe ويشيل التاج اللي فوق وعمل كده فعلا بمنتهى البرعة والاحترافية والجودة عالية جدا انت كمان ممكن تحدد جزء من الصورة علشان تعدله بضقة متناهية جدا انك تلغط على التلات نقط دول وتلغط على علامة fill وتحدد الشيء اللي انت عايز تغيره نفترب مثلا السيف ده وكتبت اجعله يحمل شعلة من النار ودايما لما تيجي تعمل صور او تعدل عليها تتأكد انك مختيار الاختيار ده لانه بيفرق جدا في النتائج prompt up sampling ودي النتيجة النهائية حاجة طبعا في منتهى الجمال والروعة الموديل ده تقدر تستخدمه علشان تحافظ على شكل الشخصية في كل الصور اللي انت بتعملها حتى لو انت عايزها تطلع بنفس الملابس انت حتى ممكن تعمل تعديلات دقيقة على الصورة يعني انا هنا مثلا علمت على عين وقلت له مضارة شمس فدي طبعا كانت النتيجة حاجة جميلة جدا تعالوا مثلا في مودي التعديل على نفس الصورة دي اقول له يدخن سجار يتطير منه الدخان والوقت اصبح ليلا والنجوم ظاهرة في السماء في مشهد بديع ودي النتيجة النهائية طبعا هو معرفش يود الشعلة فين ولكن اللي احنا عايزينه تم نفس الشخصية بنفس اللبس ولكن في جو عام مختلف حاجة في منتهى الابداع ممكن حتى اقول له احزف الشعلة من الصورة فبالتالي عمل كده بدون اي مشاكل ممكن كمان تستخدمه في تغيير ستايل الصورة زي ما بتعمل في شاتج بتي بالزبط يعني انا هنا مثلا قلت له كركاتير بيكسار ستايل ودي كانت النتيجة طبعا حاجة رائعة جدا ممكن تستخدمه علشان تعدل على صورك الشخصية او صور اي شخص اخر مثلا احنا هنا عندنا صورة للفنان الشهير عدل امام هنستخدمها وكتبت بمنطقة البساطة رجل يمشي في شوارع القاهرة ودي النتيجة النهائية طبعا ابداع ليس له حدود استخدم نفس وش الشخصية بنفس البدلة نفس اللون البدلة والاميس في الصورة اللي انا طلبتها منه وعلشان اعرفك امكانيات الموديل ده الرائعة لو ضغطت هنا على ايدت مثلا كتبت له اصنع اربع نسخ من نفس الشخصية في الصورة كل منها بتعبير وجهة مختلفة سعية حزين غاضب مندهش ودي كانت النتيجة نفس الشخصية عدل امام بتعبيرات وجهة مختلفة وفي نفس الصورة وبنفس الملابس ممكن كمان تستخدم موديل فلاكس كون تكست علشان تلون الصور الابيض وسود او تصلح الصور اللي فيها مشاكل عندي صورة زي دي مثلا من فيلم ابيض وسود كتبت له لون هذه الصورة فبالتالي اصبحت دي نتيجة النهائية عندي لون الصورة بمنتهى الاحترافية ممكن ايضا تستخدم موديل فلاكس كون تكست لعمل تعديلات كنت بتعملها في الفوتوشوب بتاخد منك ساعات هنا ممكن تعملها في ثواني فمثلا لو عندي صورة زي دي من فيلم النظر وكتبت له احذف كل الشخصيات في الصورة معادة الشخصية في منتصف فبالتالي اصبحت دي النتيجة لو انا كمان عايز احذف اللوجو اللي هنا او لو عندي اي صورة فيها اي علامة مائية حضغط هنا على ايد التاني ثم حكتب له احذف اللوجو في اعلى اليمين وبالتالي حذف اللوجو بمنتهى الاحترافية ممكن اعمل حاجات تانية كتير في نفس الصورة يعني مثلا هنا قلت له اجعله ينظر للكاميرا ويبتسم او هنا قلت له اجعله ينظر للكاميرا فقط او هنا قلت له اجعله في اقصى يمين الصورة او لو مثلا هنا قلت له حول الصورة لستايل كارتون وخليه واقف على البحر لاحظ ان في كل التعديلات اللي عملناها حافظ على نفس الشكل وملابس الشخصية وطبعا قدرته على تغيير الستايل زي موديل شاتج بيتي رائع جدا يعني دي نفس الشخصية الشخصية الليمبي معمولة بستايل بيكسر على البحر طبعا موديل زي ده هيخليك تتغلب على مشكلة كبيرة جدا كبتواجهنا كلنا في عمل فيديوهات بالزكاء الاصطناعي وهي مشكلة سبات الشخصية لان احنا عندنا اهو نفس الشخصية بنفس الستايل بنفس اللبس لكن مثلا ماشية في شوارع القاهرة او بتلعب مع الاطفال على الشاطئ او بتسترخي على الشاطئ حتى لو حبيت تعمل نفس الشخصية بنفس اللبس بشكل سينمائي سهل جدا يعني هنا مثلا انا جيت قلت له playing football with kids on the streets of Cairo cinematic يعني بيلعب كرة مع الاطفال في شوارع القاهرة اسلوب سينمائي وعلى فكرة احيانا بتحصل على نتائج افضل لو كتبت الامر بتاعك بالانجليزي لما بتعرفش تعمل كده ومنتقى السهولة كتبه على جوجل ترانسليت وترجمه للغة الانجليزية فمثلا تكتل الامر ده هي الصورة دي نفس الشخصية بنفس الملامح بنفس اللبس فطبعا ميزة رائعة جدا حاجة تانية اخيرة في موديل flux context هي ميزة expand لو دوست عليها وديته اي صورة من عندك انت عايز تفتح الكدر فيها او عايز تكمل الصورة دي بتختار طبعا من هنا المقاس والصورة بتاعتك الاصلية بتصغرها وتحطها في المكان اللي انت عايزه في الكدر فانا مثلا عايزه يملالي كل الفراغات الخضرة دي ممكن طبعا لو حابب تكتب هنا امر او prompt لو انت عايز تعمل شيء مختلف في المكان الجديد اللي حيترسم لكن لو عايز تسيب الصورة بنفس الستيل القديم وعايزه بس مجرد ان هو يكملها لك ما تكتبش حاجة تعال نشوف ده حيطلع لنا ايه فدي طبعا النتيجة النهائية حاجة جميلة جدا لو انت عايز تشير كل الكلام اللي هو عمله زيادة ممكن تقوله edit وبعدين remove all text فطبعا دي النتيجة النهائية اللي عندنا ممتاز جدا بكده نكون استعرضنا كل امكانيات موديل flux context لعمل شخصيات باشكال ثابتة بالزكاء الاصطناعي لو عجبك الفيديو تنساش اللايك والشير وكل سنة وحضرككم طيبين